ايه اللي بقى حاصل في المجتمع ان الناس تقعد يعني تتكلم انا بشوفها على يعني اشياء تافيها والاسرة ممكن تعدي منها بسلام من غير بقى ما نقعد لحدد ليستة الطلبات انا علي ايه وانت عليك ايه بسي في بداية الموضوع اذا بعرف يعني ايه اسرة اول حاجة الاسرة هي المبنية عليها كل حاجة ده الهرم الاساسي الهرم اللي ميتبيني عليه حياتنا احنا بسبب العولمة وانفتحنا على الثقافات الغريبة عننا حاسين ان انا بقى انسانة رقيع اغير من طبيعة الاسر فعشان كده نفسي اسأل المشاهد النهاردة هل رقي يخلي عيني تاخد دور مناخيري؟ يعني انا النهاردة خلاص سفرت باريس فقررت ان يا اكرم النهاردة هتغيري شكلك عشان انت سفرتي الدولة تانية فهتقرر تاخد الدور انا عايز اقول ربنا خلق دزا خلق اساس شكل مرة العصور سفرنا جينا هو الشكل الاساسي ده كتالوج الانسان لو العين خدت دور المناخير مش هتعرف تشم ولا هنعرف نشوف ولو شكل الاسرة شكله اختلف علي ربنا ربنا ده انا كتالوج الكتالوج ده لما نيجي نتكلم فيك ستات فين حقوق المرأة احنا فيه فرق ان انا اتكلم على ديزاين اللي ربنا خلقه وبين حقوقي فرق كبير جدا فرق بين الخضوع والخنوع فرق بين الحب والامتلاك فيه مفاهيم مغلوطة دي ملهاش دعوة بالشكل الاساسي اللي ربنا خلقه فربنا خلق راجل لي دور والست لي دور والاتنين مش المفروض نبدل للأدوار لو الست خدت دور الراجل هتطلع اسرة مشوهة وعندي خبر نفسي اقوله للمشاهدين الايام دي احنا بنصنع فيه انه فيه مثلية جنسية منتشرة جدا في العالم ودايما بيقوله المثلية دي ايه سببها اسرة مدمرة طبعا عايزين اقول فيه ادماني ايه سببه الابحاث العلمية اثبتت ان ثبات حياة الانسان او الطفل اساسها الاساسي بابا صح وماما صح دور بابا اللي يكون بابا يعني يكون راجل ومعنى راجل هنا ليست رجل مفتري وصوته عالي سوري انا اسفى في اللفظ انه بينعر في البيت مشي انا سوري في تستخدم انت يا بنت انت يا اخت لكن انا بستخدم بابا خلينا اقولها بلاش تنعير خلينا اقول انه بتكلم بالصوت عالي زيادة وفيه ام تاني اللي هي الامة المتسلطة اللي بتلغي اللي بتسرخ طول الوقت لا تلغي دور جزهة الامة دي تطلع شخصيات نرجسية لاطفال نرجسيين وشخصيات مشوهة وجير بعد جير بتنتهي منظر الاسرة وبنطلع جير مشوهة طبعا ما تبقاش اسرة الاسرة هي القاس كده حقيقية فيها السكنة اللي بنقول عليه